ينضم إلينا من رمالة السيد السفير عمر عوضالة مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة سيد السفير مرحبا بك ما طبيعة الفتوى القانونية التي تريدها فلسطين من محكمة العدل الدولية في الواقع أن هذا الاحتلال الاستعماري يتمادى بجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ويعمل من خلال عديد السياسات والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني من إعدام ميداني من ترحيل قصري من استيطان إلى تقليص المساحة التي يجب أن يمارس عليها الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وهناك عديد القرارات والتقارير الدولية التي تتحدث أن هذا الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي أصبح يمثل نظاما للفصل العنصري في الأرض الفلسطيني المحتلة والآن هناك حاجة من أجل أن يكون هناك مؤسسة قضائية دولية ولذلك قررنا الذهاب إلى أعلى وأهم مؤسسة قضائية دولية ويمحكمة العدل الدولية لسؤالها حول ما هي وجود هذا الاحتلال الاستعماري في أرض دولة فلسطين وفي نفس الوقت ما هي التبعات على الدول من أجل التعامل مع هذه المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين بمعنى أن ما هي واجبات الدول باتجاه إنهاء هذه الحالة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين الأهم في هذه القضية أن إسرائيل طوال أكثر من 75 عاما تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير تقوم بانتهاك كافة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني تقوم بممارسات وجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني هناك دول تمنحها الحصانة من العقاب وتمنحها شكل من أشكال الحصانة لذلك هناك واجب على دول المجتمع الدولي أن تنهي هذه الحالة وخطاب السيد الرئيس في العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث بكل وضوح وطالب كل محبي السلام والدول للعمل من أجل إنهاء هذا الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني ولكن للأسف الدول لم تحرك ساكنا على فلسطين أن تأخذ خيارها بيدها وتذهب إلى أهم مؤسسة دولية من أجل أن تصدر رأيا استشاريا وفتوى قانونية حول ما هو هذا الاحتلال الاستعماري وكيفية التعامل معه وواجبات الدول طيب سيد السفير ولكن بعد اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار فلسطين ما هي الخطوات المقبلة إذن التي ننتظرها يعني بالنسبة للإجراءات واجبة الاتباع بشكل أو بآخر الآن هذا القرار سوف يذهب إلى الجمعية العامة ليتم اعتماده من الجمعية العامة مع بدايات شهر ديسمبر بعد ذلك يحال إلى المحكمة محكمة العدل الدولية التي تبدأ بالنظر إلى جداولها وبرامجها من أجل أن تحدد برامجها ومواعيد وجداول اللقاءات والاجتماعات ومنها المداولات المكتوبة والمداولات الشفاهية وصولا إلى إصدار قرارها في وقت تحدده المحكمة العدل الدولية باعتبار أنها سيدت نفسها بناء على البرامج والمواعيد المتاحة في هذه المحكمة سيد السفير كيف تردون على ما قاله سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بأن ما وصفه بالخطوات الأحادية الفلسطينية سيقابل أيضا بخطوات أحادية إسرائيلية يعني هذا ذر للرماد في العيون إسرائيل أسود القائم بالاحتلال ترتكب جرائم في أرض دولة فلسطين ولا تأخذ إجراءات أحادية الجانب إسرائيل تقتل أبناءنا إسرائيل تدمر منازل أبناء الشعب الفلسطيني ترحلهم قصرا تبني المستوطنات وتصادر الأراضي وتقوم بسرقة الموارد الفلسطينية وسرقة المقاصة وأموال المقاصة الفلسطينية إسرائيل تقوم بكل هذه الجرائم بشكل يومي عن أي إجراءات أحادية الجانب ثانيا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية أو أي مؤسسة دولية هو إجراء قانوني وحق للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى أنه إجراء متعدد الأطراف هناك أكثر من 98 دولة وستصل إلى أكثر من 100 دولة صوتت لصالح هذا القرار بمعنى أن هناك إجماع دولي على طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية هم يعلمون تماما خطورة الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لأنها هيئة قانونية وإسرائيل تخشى أي مصار قانوني تعتمد دولة فلسطين في أي من المجالات الدولية أن كان المقررين الخاصين أو لجانة التحقيق أو محكمة الجنائية الدولية والآن لدينا هذا القرار بمحكمة العدل الدولية لا داعي للرد على هذا السفير ممثل سلطة الاحتلال في نيويورك لأنه تم الرد عليه أمس حقيقة أثناء المداولات وتم كشف كل أكاذيبهم ورواياتهم الزائفة حول حقوقهم وتواجدهم في هذه الأرض هذه الأرض صدر قرار يوم أمس حول سيادة الشعب الفلسطيني على هذه الأرض بمعنى لا سيادة أخرى لأحد على هذه الأرض سوى للشعب الفلسطيني ولكن سيد السفير ما أقصى ما يمكن أن تضعه إسرائيل من عراقيل في هذا الطريق وعندما تحدث عن الخطوات الأحادية التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل هي الأخرى في الناحية الأخرى قال ولا تقولوا إنكم لا تعرفون بدأ أنه يوجه هذه الكلمة للفلسطينيين هذا ما تمتهن إسرائيل البلطجة والابتزاز وموارسة الضغط والقتل والجرائم بمعنى أن كل ما تريد أن تفعل إسرائيل جربة سابقا إن كان وقف المقاصة عن الشعب الفلسطيني وعدم إرسال الأموال إلى الشعب الفلسطيني أموالهم وحقوقهم في واقع الأمر يعني إغلاق المدن والهجوم على المدن ودخول قواتها الاحتلالية إلى مراكز المدن وربما فرض شكل من أشكال الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني طبعا هناك عديد من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي لا أعرف ماذا هناك ما هو أكثر فضاعة من هذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي من قتل قتل الأطفال واعتقالهم واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني واعدامهم الميداني ومسادرة الأراضي إسرائيل تقوم بكل هذه الجرائم بشكل يومي ونحن نواجه هذه الجرائم ونواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري بشكل يومي هذا شكل من أشكال التهديد والوعيد الذي لا نعطيه أذنا ولا نقيم له وزنا طيب سيد السفير هناك أيضا نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة وهو ريتشارد ميلز هو كان بيؤيد الموقف الإسرائيلي قبل التصويت هنا أرجو أن توضح لنا طبيعة الموقف الأمريكي من هذا القرار الفلسطيني واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفعل شيئا الرئيس بايدن جاء بمجموعة من القضايا التي قدمها كوعود انتخابية عندما جاء رئيسا لهذه الإدارة الأمريكية وللأسف لم يتراجع عن أي من الخطوات التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية السابقة من نقل السفارة ومن كذلك إغلاق سفارة ومكتب التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية البائدة وفي نفس الوقت لا يريدون للفلسطيني أن يأخذ أي خطوة باتجاه تفعيل حقوقه واتخاذ خطوات في مواجهة هذه المنظومة الاستعمارية وهذا غير مقبول للشعب الفلسطيني ولقيادته خاصة أن ما نقوم به هو مسار قانوني سلمي بحث في مواجهة هذا الاحتلال الاستعماري الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أن المسار القانوني يؤذي إسرائيل ويؤذي سمعة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي الدولة الأكبر التي تحمي إسرائيل وتمنحها الحصانة من العقاب نعم هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن الفلسطينيين تعرضوا لضغوط من الإدارة الأمريكية لسحب هذا القرار وضغوط أخرى أيضا من أوروبا تطالب بتأجيل هذا القرار أريد فقط أن أدقق منك هذه المعلومات أولا سمعنا ترحيب السيد روحي فتوح وتحدث عن الضغوطات والابتزاز الذي مرس على القيادة الفلسطينية ما أريد أن أقوله أن الأمور تقاس بالنتائج والنتيجة أننا ذهبنا إلى هذا القرار والقرار الآن أصبح حقيقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا القرار سوف يذهب في مصارو الطبيعي الذي لن يكون لنا بعد اعتماده نهائيا في هذه اللجنة وبعد ذلك في الجمعية العامة أي سيطرة على هذا القرار بمعنى أننا ما سنقدم هو مجموعة المداولات الكتابية والشفاهية إلى محكمة العدل الدولية بمعنى أن هذا القطار قد ذهب في مصارو وسيصل إلى طريقه بمعنى أن المحكمة سوف تقرر في أقرب وقت ممكن ومتاح لها بناء على إجراءاتها المتبعة قرارا يتحدث عن ما هي هذا الاحتلال الاستعماري وواجبات الدول باتجاه إنهاء هذا الظلم التاريخ على الشعب الفلسطيني طيب ولكن سيد السفير إذا سمحت لي أريد فقط أن أعرف كيف جاء الرد الفلسطيني على محاولات الضغط من جانب واشنطن أو من جانب بعض العواصم الأوروبية أننا مستمرون بالقرار وقدم القرار اليوم وصوت عليه لم نتراجع عن هذا القرار وهذا القرار بالعكس القرار وضع في واحد من أهم قرارات فلسطين في الجمعية العامة الذي يتحدث عن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والاستيطان وأثروا على حق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس هذا القرار كان يحصل عادة على 160 صوتا في داخل الأمم المتحدة والجمعية العامة هذا القرار يتحدث عن الحرم الشريف وهناك عديد الدول التي هاجمت فلسطين بسبب إصرارها على أن يسمى المسجد الأقصى بالمسجد الأقصى والحرم الشريف دون إطلاق أي أسماء أو رواية زائفة على هذا المكان هناك دول تراجعت عن تصويتها بسبب ما احتوا هذا القرار من عناصر مهمة إلى جانب الرأي الاستشاري الذي طلب من دولة فلسطين لم نتراجع بمعنى أن القرار قدم وسلم وصيغة القرار لمن يقرأ صيغة السؤال الذي يوجه إلى محكمة العدل الدولية من قانونيين أو أكاديميين يعلم أننا اشتملنا كل هذه المنظومة الاستعمارية من مستوطنين وكل فترة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين